موسيقى اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتي قناة لايف زي اوف دوكز بحييكم وبحيي كل مشتركين القناة النهاردة موضوع حلقتنا عن الحؤن وازاي تستغنى عن طبيب بيطري لو حصل ظروف عندك محتاج فيها انك تدي للكلب بتاعك الحؤن الموضوع سهل جدا وما هواش في اي مشكلة خالص لكن كل الحكاية محتاجة قلب جامد منك شوية اه زي ما احنا شايفين دي ابرة انسولين قصيرة ودي ابرة سرينجة عادية 3 صندق الابرة دي ليها استخدام اللي هي للسن قصير والابرة دي ليها استخدام تعالوا نشوف ايه استخدامات الابرة ايه زي ما احنا شايفين كده الابرة اللي في ايدي دي هي ابرة الانسولين ابرة الانسولين دي اللي تقدر تدي بيها للكلب الحؤن تحت الجلد لانها ما بتبقاش محتاجة ان يكون السن طويل ويوصل لحد جزء في لحم او اه يوصل لمكان غويد في جسم الكلب اه زي ما احنا شايفين كده الطريقة بترفع جلد الكلب الفوق ما تخليش السن واقف هتخلي السن نايم باتجاه راسه او باتجاه ديله وهتبدأ ان انت تيجي في اخر شدة الجلد وتبدأ تدي له الحؤن زي ما احنا شايفين كده بتيجي في اخر الجلد من تحت وتقوم تدي له الحؤن اول ما الحونة بتعدي عشان سنها قصيرة هتبدأ ان انت تفضي المادة اللي انت المفروض بتدهاله على اساس ان انت بتعالجه من الشيء اللي هو مصاب بالكلب دي حؤنة الانسولين دي كده لو انت هتدهاله في اتجاه ديله هترفع الجلد برضو الفوق كده زي ما احنا شايفين وبتقوم مدخل السن في اخر رفعة الجلد كده وتبدأ ان انت تفضي العلاج اللي انت هتديه للكلب طبعا الموضوع سهل جدا مهواش محتاج حاجة الحؤن اللي تحت الجلد هتكون بحؤن الانسولين والحؤن العضل هتكون بالحؤنة اللي هي الثلاثة سنتي علشان تدي للكلب حؤنة غلط تخلي بالك لو الكلب خاد حؤنة غلط وجات في عصب ممكن تأثر عليه جامد جدا ولقدر الله ممكن تشله لو جات في مكان مش صحيح وممكن تعمله ورم لو جات في مكان مش صحيح او ممكن انها تخليه يعني لو انت مدهله في رجله مثلا في العضل زي ما احنا شايفين كده وجات غلط ممكن تخليه زك كده شوية لو هي مش مزبوطة لو حطيت الحؤنة ولقيتها طلعت دم شيلها تاني ونضف مكان الجرح بوقتنا فيها بتدين وبعد كده اديه في مكان تاني هنا ده المكان اللي انت المفروض بتدي فيه حؤنة العضل حؤنة العضل دي بتكون الحؤنة عمودية يعني مش هتبقى ميلة بتدي له الحؤنة عمودية كده مجرد ان هي هتخش جوه جسمه للاخر هتبدأ ان انت تفضي الدواء اللي موجود في السرنجة طبعا كل جرعة بتديها للكلب لازم تكون عارف هي مقدارها قد ايه لان كل جرعة بتتحسب للكلب لازم بتكون حسب وزنه في بعض حاجات بسيطة ما بتبقاش لها علاقة بالوزن لكن الغالبية محتاجة وزن للكلب معلومة مهمة جدا طبعا كلنا عارفين حؤنة الافو ماك الحؤنة دي مشهورة جدا ما بين مربين الكلاب كلهم عارفين الحؤنة دي فيها مادة اسمها ايفر مكتين المادة دي لها تأثير جامد جدا على الكلب لو جرعتها زادت عن المعدل بتاعها الطبيعي يعني لما بتروح تشتري الحؤنة دي من البيطاري لازم تقوله وزن الكلب بتاعك قد ايه علشان يدي لك المقدار المناسب للكلب لان لو زادت المادة دي عن المقدار المناسب للكلب هتجيب له تسمو فانت لازم تخلي بالك من الجزئية دي اه انت هتعالج الكلب من حشرات بس لازم تخلي بالك انك ما تسمموش تمام يبقى اهم حاجة وانت بتدي للكلب الحؤنة ما تدلوش حؤنة اه اتجاهها غلط وما تدلوش جرعة اكتر من الوزن بتاعه وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة ما تنساش لايك وشير وتفعيل الجرس في ناس ما بيوصلهاش الاشعارات هم حاجة تخلي بالك من تفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد على القناة واشوفك ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة